يشهد اليمن للعام السادس على التوالي انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان على يد ميليشيات الحوثي بسبب سيطرتها على العديد من المناطق من بينها العاصمة صنعاء حتى بات 80% من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي لم تكتفي بارتكاب المجازر في الداخل اليمني حيث صعدت من هجماتها مؤخرا على الأراضي السعودية من خلال القصف الصاروخي والطائرات الملغومة المسيرة في استهداف واضح للمدنيين في المملكة انتهاكات ميليشي الحوثي داخل اليمن وخارجها تمت بدعم إيراني واضح وعلني حيث أكدت طهران ولمرات عديدة دعمها للميليشيات هناك إلا أن تصريحات رئاسة الأركان الإيرانية بنقل تجربتها العسكرية في مجال التكنولوجيا الدفاعية وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة إلى ميليشي الحوثي كان إقرارا علنيا بدعم طهران للميليشيات أما الحكومة اليمنية فقد اعتبرت أن إعلان طهران وضع تقنيات الصواريخ بيد ميليشي الحوثي يعد اعترافا صريحا بدعمهم للعمليات الإرهابية في اليمن والمنطقة وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي قال إن إيران تطمع لتحويل اليمن إلى تابعة فارسية فيما دع الجميع لمواجهة الخطر الإيراني المتمثل بتمويل ودعم ميليشي الحوثي واستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها من أجل إفشال المخطط الإيراني وعلى الرغم من استمرار الأمم المتحدة والعديد من الأطراف بطرح أفكار الحل السياسي في اليمن إلا أن التحركات الإيرانية تعمل على وقد جميع الجهود والمساعي التي تبذل للوصول إلى تسوية سياسية سلمية مستدامة في اليمن